شاهدت انتسانة واخباركو عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير دايما ومكاملين في بتاعتنا ان شاء الله النهاردة هنعمل على يونت 7 هنحل مع بعض test on unit 7 موجود في long demand series هنغطي بها الافكار الموجودة whether language notes او كلمات او كمان grammar port جزء القواعد او نبدأ دروقات مع بعض على طول number one I'm enthusiastic space the new post I occupy enthusiastic معناها متحمس عايزين نقول ان انا متحمس عن او متحمس لي the new post الوظيفة او المنصب I occupy اللي انا بشغله كلمة occupy معناها يشغل تمام الفكرة كلها طبعا في السؤال ده على preposition يعني على حرف الجر المناسب enthusiastic بتاخد حرف الجر about enthusiastic about يعني متحمس بشكل ده بالنسبة لأول question دعنا نشوف question number two اماني is space but that hasn't stopped her from achieving success يبقى هي عندها مشكلة معينة التون هنا هتبقى negative لان هو مديني but but بتدي تضاد فهي مالها اماني والنحية التانية ولكن ده ما منعهاش من ان هي تحقق النجاح كلمة success معناها نجاح فعايزين حاجة نجرف مبدئيا هنطير كلمة fit لان كلمة fit معناها رشيق وعند ready يعني مستعد احنا عايزين حاجة نجرف unable يعني غير قادر و disabled يعني عنده عاقة يبقى اماني عندها اعاقة ولكن ده ما منعهاش ان هي تحقق النجاح unable يعني غير قادر ان هو يعمل حاجة لكن disabled انا بوصف الشخص ان هو عنده اعاقة او معاقة طبعا disabled هي لتنفع كمعنى مش بتكلم على ان هو قادر او غير قادر ان هو يكون باكشن ولكن انا عايز اوصف الشخص ان هو عنده اعاقة مفروض انها بتمنعه ولكن ده ما منعوش question number three diets are most effective when space was exercise diets النظام الغذائي diet اللي بيتعمل ده هيكون effective فعال اكتر فاعلية لما بيصحبه exercise طبعا يبقى ايه الكلمة اللي ممكن تيجي بمعنى يصحبه او يرافقه كلمة dealt ده الماضي من كلمة deal يعني يتعامل prevent معناها يمنع separated معناها ينفصل او يفصل combined combined اللي هو معناها يرافق بي او يتجمع بي question number four don't worry متألاش this is an space task I see you can cooperate together to perform it يبقى انا شايفين انتو ممكن تتعاونوا معا كلمة cooperate معناها يتعاون يبقى task دي مالهة وما تيلاقش يبقى tone هنا هتبقى positive يعني حاجة كويسة انا مش بقولك ما بتيلاقش الموضوع مش موقلك يعني choice a مديني كلمة achievably حتطلها ly احنا محتاجين مبدئيا adjective not an adverb يعني محتاجين صفة مش حال ليه عشان نوصف الاسم اللي هنا كلمة task ده noun ده اسم والاسم بتوصف بصفة يبقى احنا هنطير ال adverb ليه عشان احنا محتاجين adjective محتاجين صفة on achievable ده عكس المعنى يعني صعب انجازه او لا ينجز achievable أي ممكن انجازه يمكن او من الممكن انجازه وهنا tone بتاعتها positive و adjective في نفس الوقت صفة برضو زي اللي احنا عايزينها achievement ده noun ده اسم احنا محتاجين صفة achievement معنى انجاز وتنفعشك معنى ولا تركيبة question number five in today's world في العالم الحالي success is sometimes space by how much money you make from your job يبقى حاليا او في العالم الحالي النجاح by how much money you make from your job you cause trace a refined refine معنى يعدل defined بيعرف refuse معنى يرفض appear معنى يظهر احنا ممكن نطير مبدئيا appear لان كيمة appear معنى يظهر والفعل ده يعتبر فعل لازم والافعال اللازمة ما ينفعش تعمل مبدئ المجهول بش حاسمها is appeared فنختار choice b defined يعرف تعال نشوف ال question اللي بعد I noticed an elegant lady elegant معنى اميك او شيك I noticed لحست an elegant lady sitting next to my own elegant is similar in meaning to عايزين معنى كيمة elegant لو اميك او رشيك او جميل regretful يعني كيمة regret يعني يندم فregrateful هو كثير الندم او ندم حيما تمفعش كمعنى سينا حيما تعاليا حاجة positive duteful يعني كيمة duty يعني واقف فbeautiful يعني حد ملتزم armful graceful او graceful هوا معنى اميك جميل رشيك تعال نشوف ال question اللي بعده this is a complicated problem دي مشكلة معقدة كلمة complicated معناها معقدة فدي كده مشكلة معقدة بتاعتنا negative I think it is too space to solve عايزه ولنا صعب جدا على انك تحله اول واحدة easy سهل تنفعش complex معقد تمشي cheap رخيص بتنفعش heavy تقيل واحنا مش بنوصف المشكلة انها تقيلة مشكلة عن وزنها يعني ما كده رجابة صحة تبقى choice b تعالا نشوف يا شطور question number eight he can't move هو مش عارف يتحرك he has a space problem with his leg هو مش عارف يتحرك يبقى عنده مشكلة جسدية choice a physical physical يعني جسدي psychological يعني نفسي chemical بيولوجيكا و كيميائي biological حيوي يام كيمة بيولوجي لها الاحياء علم الاحياء تعال نشوف question number nine success in life النجاح في الحياة is based on hardware النجاح في الحياة مبني على العمل الجاد والاجتهاد and a عزين عزيمة التزام هتجين حاجة positive deterioration معناها تدهور ودي حاجة negative determination معناها عزيمة دي حاجة positive elimination اقصاء يخصي حد أو يلغي aviation اللي هو الطيران هذا لدي بره الموضوع تعال نشوف السؤال البعض it is not easy مش من السهل to space people's minds مش من السهل انت تغير اراء الناس you can just try to advise them about the way to achieve more success ممكن بس تنصحهم على الطريقة اللي ممكن يحققوا بيها نجاح اكتر يبقى it is not easy مش من السهل انك تغير اراءهم يبقى change somebody's mind change يغير I changed my mind معناها انا غيرت رأيي مش charge charge ممكن تيكي معناه يشحن او يفرد ضريبة او رسوم do ما تنفعش do minds ولا think minds تعال نشوف السؤال اللي بعده which space do successful people share so they can keep making progress يبقى ايه الخصائص الصفات اللي بتكون عند الناس النجحة ولذلك بيقدروا يحققوا progress اكتر نجاح اكتر او تقدم اكتر بعزين سمات صفات quantities جام كيمة quantity يعني كمية ودي معناها كمية qualities يجب معناها صفات او سمات demerits معناها عيوب ودي حاجة negative obstacles معناها عقبات ودي حاجة negative تعال نشوف question number 12 I like reading adventurous stories in particular يعني اللي بحب أرى الكصص اللي هي ايه فيها adventure فيها مغامرة in particular ده بالأخص يعني is opposite in meaning بالأخص عكسها ايه في العموم يعني in general مش in short مش باختصار ولا in advance معناها مقدما ولا in duty في أداء واجب او في خدمة تعال نشوف في السؤال اللي باعب I space this type of sport I like it very much I like it very much باتون بتاعتنا positive deal معناها يتعامل تنفعش I deal this sport I adore I adore it adore معناها يعشأ يحبها جدا detest يعني يكره ودي حاجة negative delay معناها يؤجل تنفعش كمعنى تعال نشوف في السؤال اللي باعب I'm glad that my neighbor space and left hospital يعني أنا مبسوط كمي جلاد معناها very happy مبسوط خف تعافة وسبب المستشفى يبقى التون بتاعتنا هتكون positive I'm glad that my neighbor معناها إيه معناها يتعافة بس ده أنا بتكلم ممكن عن الجرح الجرح مسلا خف فدي معناها يخف يعني معناها يعالج recover هي اللي ممكن تيجي بمعنى يتعافة يعني الشخص يبقى أحسن صحته أفضل discover معناه يكتشف سحر نشوف الكوستشن اللي بعده I prefer space activities like hunting and camping hunting the seed camping حد يعسكر في مكان يبقى الحاجات نسميها إيه أنشطة إيه خلينا في الأول أقولك إن إحنا محتاجين صفة علشان نوصف كلمة activities which is a noun وده يعتبر اسم فهنتائر outdoors and outdoors ده يعتبر adverb حال معناها بالخارج وهنتائر indoors معناها بالداخل ودي برضو adverb يعني حال وإحنا محتاجين إيه محتاجين صفات indoor دي صفة معناها داخلي outdoor معناها خارجي ودي صفة برضو أكيد ال camping وال hunting بنعملوا خارج البيت أو خارج المنزل منشطة خارجية نسميها outdoor activities تعال نشوف question number 16 من المحزن everything in some people's lives is measured in a space of money للأسف يعني من المحزن كل حاجة في حياة بعض الناس بتقص is measured in a space of money بجانب أو من ناحية الفلوس من ناحية الفلوس اسمها in terms of in terms of من ناحية كذا من انتجاه كذا على أساس كذا in advance معناها مقدمة in fact يعني في الواقع in turn يعني بالتبادل ممكن تيجيب معنى كعائد in turn بجانب 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 من ناحية كذا question number 17 the champion was able البطل can call to space his physical disability and win the gold medal champion البطل تمكن أو ادر إنه هو يتغلب على الأعاقة الجسدية يتغلب على يتغلب على اللي هي overcome يتغلب على over here بتيجيب معنى يتصنط أو يسمع يعني overdue هي كلمة do اللي هو معناها يفعل overdue يعني بيعمل حاجة زيادة oversleep بينام زيادة تعال نشوف question اللي بعد question number 18 I was really fascinated كنت منبهر the view was أكيد حاجة positive the view was بحتاجين حاجة positive the view was impressive impressive معناها مبهر محتاجين الadjective المناسب الصفة المناسبة اللي هي معناها مبهر impression the noun معناها انتباع impressing the verb محتوط lo ing impress ده كده الفعل معناها يبهر إحنا محتاجين الadjective الصفة علشان نوصف the view بنوصف الاسم بإيه بصف question number 19 the project is a real space we have achieved high profits حققنا أرباح عالية البروجيكت كان إيه كان ناجح هنا كاتب a يعني article فأكيد هنا هيحط اسم noun والاسم وصف بكيمة real طيب فين الاسم من الاختيارات successful ناجح ودي صفة success a success يعني شيء ناجح أو عمل ناجح succession اللي هو اعتلاء العرش أو التوالي successive the adjective صفة معناها متتالي تعالنا نشوف question number 20 the poor child was born space a hearing impairment impairment معناها عجز فهو مولود بعجز في السمع مولود بعجز يبقى born with born with بجيب بعد disease المرض أو الحاجة اللي مولود بيها question number 21 don't expect to space immediate success يعني ما تتوقاش ان انت تحقق نجاح لحظي أو فوري because it could take a long time موضوع ممكن ياخد وقت طويل ما توقاش ان انت تحقق يحقق أو ينجز هتبقى choice a achieve relieve معناها يخفف يخفف من believe معناها يؤمن أو يعتقد deceive معناها يخضع هتنفعش كمعنى question number 22 you should space the lecture المحضرة by using key words if you don't need to remember the details لو مش محتاج انك انت تفتكر the details التفاصيل فانت ممكن تعمل ايه باستخدام key words confuse معناها يلغبط تمشت لغبط يعني lecture delete معناها يحذف paraphrase paraphrase معناها يفسر يشرح refuse معناها يرفض اي حاجة نجرب هنطير عنا نشوف question number 23 successful people الناس النكحة are always looking for new space to learn more and develop their skills الناس النكحة دائما بتدور على فرص جديدة results معناها نتائج disadventes معناها عيوب obstacles معناها عقبات إنما opportunities opportunity معناها فرصة مش محتاج مش محتاج يعني توط صوتك ما حدش كده كده هيسمعنا you don't have to whisper whisper معناها يهمس مش محتاج تهمس مش محتاج توط صوتك cry معناها يصرخ أو يعيط shout معناها يزعع speak معناها يتكلم لكن كده كده ما حدش حوالينا فانت مش محتاج تهمس ده اعتبر noun ده اسم احنا محتاجين ايه صفة adjective محتاجين الصفة من الاختيارات administrative هي الصفة معناها إداري ده administration دي الإدارة ده اسم administrate ده الفعل عنا يدير ده الفعل administrator ده الاسم اللي هي الوظيفة تعال نشوف السؤال اللي بعده because of his accomplishments بسبب إنجازاته my father has always been a space to my sons بسبب إنجازاته بابايا دايما ايه to my sons دايما حاجة positive he is their favorite role model يبه هو ده القدوة الحسنة بتاعته يبه هو الإلهام هو مصدر الإلهام مصدر التشجيع محتاجين برضو هنا noun محتاجين اسم obstacle معناها عاق أو عقبات ودي حاجة negative inspiration يعني إلهام إلهام أو تشجيع حاجة positive respiration معناها تنفس hindrance معناها عاق احنا ممكن نتعرف choice A و choice D من البداية question number 28 I space reading the book you recommended so we can talk about it now لبأ أنا قريتي الكتاب اللي أنت رش رح طولي فدلوقتي قدر أتكلم معاك عنه أنا قريتي يبقى مش لسه شغال كلمة finish عن مثلا دي من الأفعال the state verbs أفعال الحالة اللي ما تجيش في ال continuous form ما تجيش في شكل مستمر فإحنا ممكن نطير C و D أصبح عندي choice A و choice B يبقى I have finished أنا خلصت الكتاب اللي أنت رشحته لي so we can talk about it now حتى باقي الجملة مضارعة أنا خلصت مفيش ترتيب أحداث لأن أنا أكيد مخلصتوش قبل ما أنت ترشحوا لي ما تنفعش كمعنى الماضي التام past perfect باستخدمه في ترتيب الأحداث الحدث الأقدم هو الماضي التام فهل ده هو الحدث الأقدم لا I space my friend كامل since we were at school تمام since we were since من الكلمات طبعا اللي هيجي بعدها ماضي بسيط يعني كيمة since معناها منذ فبجيب البداية وبحط الناحية التانية تم سواء مضارع تام مضارع تام مستمر لhave أو has والتصريف التالت فهنا أداني since وماضي من ساعة ما كنا في المدرسة أنا أعرفه أنا ما قابلتوش أي حاجة زي كده عادلين مضارع تام مبدأين أول حاجة هنطيرها have been knowing و are knowing لأن كلمة know من أفعال state أفعال الحالة ما تجيش في شكل continuous ما تجيش في أزمنة مستمرة هنطير have been knowing وهنطير are knowing تبقى الجهة الصحة بتاعتنا have known ليه عشان ما فيش ترتيب أحداث في الماضي مديني النمبر وخلي بالك في الحتة دي لما يكون مديك النمبر of things يعني عدد الحاجات ما قدرش أخليه continuous لما يكون عندي الرقم أو العدد لذلك احنا ممكن نطير choice c و choice a وهنختار have run ليه لأن have run محتاجة ترتيب أحداث لأن الحداث الأقدم وما فيش ترتيب أحداث في الجملة فالإجابة الصحة تبقى مدارع تام question number 31 tamer space his new car space five months now five months طبعا هنا دي مدة وحاجة بدأت ولسه شغالة لو بصيت طبعا في الاختيارات عينك ممكن تروح للأزمنة المستمرة زي مدارع تام مستمر عايز قوله أنه عنده العربية أو بيمتلك العربية بقاله خمس شهور وحتى الآن بس خيلة بالك أن كلمة have لما تيجب معنى يمتلك تعتبر state verb من أفعال الحالة فما تجيش في شكل continuous فمنفعش أول has been having فهنطير choice D وهنطير had عشان ما فيش ترتيب أحداث في الماضي وتبقى تامر لأن for بجيب معاها المدة لما since بجيب بعدها البداية منذ كذا والبداية لازم تكون ماضي واللي بعدها ده مش ماضي دي مدة طبعا زمن الجملة هنا لازم هيكون حاجة simple يعني مش continuous لأن الأكشن حصل وخلص أنا فقط أنا ضيعت الباسبورت بتاعي فإي اللي ممكن أعمله فهنطير الـ continuous ومبدئيا I ما تاخدش has I تاخد have فإحنا ممكن نطير choice C وإحنا متضمنين طب هل فيه ترتيب أحداث في الماضي مفيش فهنطير had will be losing برضو أنت عاملها continuous وفي المستقبل أنا مش بتكلم في المستقبل I have lost أكشن حصل وخلص ومش آيل إمتى وده استخدام المضارع التام مضارع التام أكشن حصل وخلص ومش بركز إمتى مش آيل إمتى عشان كده ما قدرش أسأل عن المضارع التام بكلمة when مش حاجة اسمع when have you arrived اسمع when did you arrive يبقى هو بدأ ولسه شغال بيقرأ القصة دي ولسه شغال فيها يبقى action بدأ ولسه مستمر يبقى عزين زمن الجملة مضارع تام مستمر فتبقى I have been reading choice A مضبوط مضارع تام مستمر had read هنا فيه ترتيب أحداث عشان ده ماضي تام ومفيش ترتيب أحداث فهنطيره هو choice A بالمناسبة الفرق بين الماضي التام والماضي التام المستمر الماضي التام بيكون الأقدم وبيكون معاه مدة وده ما حصلش طبعا في الجملة دي have read معناها أن أنا قريت لكن أنا ما قريتش وخلصت أنا شغال فيها I'm only on chapter 3 لسه في chapter 3 في الفصل التالت question number 34 your hands are really dirty إيدك متسخة what space ما فيش ترتيب أحداث في الماضي لأنه زمن الجملة حتى هنا عندي مضارع or مش where فهنطير الماضي التام لأن الماضي التام ممكن استخدمه في ترتيب الأحداث في الماضي وانطير كمان المستقبل تبقى what have you been doing لأنه بتكلم على action the visible results لنتائج مرئية قدامي فنحط مضارع تام مستمر present perfect continuous question number 35 my grandfather is placed abroad he prefers to spend his time wandering round his hometown يبقى كده ما بيحبش يسافر بره ما بيحب يعني يتمشى أو يتجول جوه الhome town بلده الموطن بتاعه فمش بيسافر بره أو ما بيحبش يسافر بره my grandfather has ever مفروض تبقى has never وهنطير كلمة هاد عشان ما فيش ترتيب أحداث في الماضي هاد والتصريف التالت ده ماضي تام has already traveled يهو بالفعل سافر ولا has never traveled عمر ما سافر بره وبيحب يقضي الوقت بتاعه جوه الhome town I miss you so much أنا مفتاقة الجامل يا راجل وحشني I space you for ages أنا مش هفتكش بقى لي فترة فيش ترتيب أحداث في الماضي فاحنا ممكن نطير الماضي التام لو كان موجود say choice B وهنطير المستقبل وكلمة see مش هتنفع تبقى continuous بالمنظر ده haven't been seeing دي كده معناه ايه عمان مش بقابلك ولا I haven't seen you ما شفتكش ما قابلتكش بقالي فترة طويلة تعالى نشوف إيه دا بعد Since the beginning of COVID-19 pandemic من ساعة بداية COVID-19 The world economy A هنا since وحط بعدها ماضي اللي هي البداية وهنحط النحة التانية مضارع تام يبقى انطير الماضي التام عشان ما فيش ترتيب أحداث في الماضي فهنطير choice B وchoice D بقى كده two choices دول طارو بقى عندي A أو C has greatly affected Affect معناها يؤثر طيب الإيقانومي بيأثر ولا اتأثر اتأثر يبقى عايزين نعملها مبني للمجهول المبني للمجهول ده اللي بتكون من والتصريف التالي وكده احنا عملناها مبني للمجهول عشان عايزة قولة نوع اتأثر مش بيؤثر لان رأي قلت يؤثر محتاجين بعدها مفاول question number 38 I spaced to school today since I am very sick وهنا since مش معناها منذ يعني مش بتدل على زمن محدد لان هنا since معناها because ليه؟ عشان بعدها مضارع since I am very sick يبقى because بسبب اننا تعبان يعني تمام يبقى انا هكتب كده since هكتب فوقيها because وزمن الجملة هنا مضارع يبقى فيش ترتيب احداث في الماضي لان هنا since I am فأطير hadn't gone لان had والتصريف التالي باستخدمه في ترتيب الاحداث في الماضي will be going كده عكس الجملة لان المفروض انا مش هروح choice A مضبوط want to go مش هروح to school today since I am very sick have gone برضو ما تنفعش احنا محتاجين حاجة نجرب question number 39 I'm still working لسه شغي I suppose doing that task yet يبقى انا لسه ما خلصتش ليس بعد حاجة بلاد فيها ولسه ما خلصتهاش يبقى محتاجين الجملة تبقى نفي فتبقى I haven't finished doing this task yet طب ليه مخترتش hadn't عشان ما فيش ترتيب احداث في الماضي و have finished مش هتنفع كمعنى want to finish ما تنفعش احنا عندنا كلمة yet انا مش بتكلم في المستقبل انا بقول ان task دي لسه ما خلصتش حتى الان او انا لسه ما خلصتش حتى الان question number 40 they spaced the road to our village recently حديثا يبقى هم عملوا ايه تعال نشوف هي كلمة pave معناها يرصف يقوم بالرصف يعني recently يعني حديثا فدي برضو مش بتدل على زمن معين يعني كده مش ماضي هو بيقولك حديثا يعني الaction ده حصل وخلص حديثا مش محدد امتى يعني الانسب هنا هو المضارع التاني they had paved ما تنفعش عشان ما فيش ترتيب احداث في الماضي فحنا ممكن نطير choice A و choice D تبقى they have been paved كده عملها مدن مجهول verb to be والتصريف التالي مش هم اللي ترصفوا هم اللي رصفوا الطريق يعني انا عندي هنا مفعول تبقى they have been paved the road to our village recently بيرصفوا الطريق لو they have paved موجودة تمشي برضو 100% كل حاجة بتلمع دلوقت يبقى action حصل وخلص مش اي الامتى ونتيكتو لسه في المضارع يبقى هنطير had لان ما فيش ترتيب احداث في الماضي وهي خلصت يبقى شي has cleaned نظفت وخلصت مش حاجة بلا تلسه شغالة question number 42 my aunt space in Tanta for 10 years only now she is living in Mansoora يبقى ده action حصل وخلص دلوقت هي عيشة في مكان تاني يبقى الاكشن الاول هيكون ماضي فتبقى my aunt lived فيش ترتيب احداث في الماضي خلي بالك لان هنا دي ماضي والناحية التانية مضارع يبقى هي عاشت في Tanta لمدة 10 سنين بس ودلوقت هي عيشة في مكان تاني ليه ما اخترتش has lived عشان انا محتاج هنا ماضي وليس مضارع تاني لو قلت my aunt has lived in Tanta دي معناها ان هي لسه عيشة في Tanta ايه اللي هيدديني الشفت لان هنا كاتب لكلمة now دلوقت هي عيشة في مكان تاني يبقى هنا في حدث حصل في الماضي وبعد كده حدث في المضارع حاليا دي مش ترتيب احداث في الماضي عشان احطت had lived عطيت ماضي والناحية التانية مضارع زي مثلا بتيجي تستخدم كلمة used to I used to play tennis but now I don't play tennis but now I don't question number 43 space luxor before فقال له yes I went there last winter خلي بالك عشان هنا فيه trick هنا كلمة winter عملها ماضي طبعا هي كانت go عملها wind عشان هنا last winter لكن تعال نروح للسؤال بيقول له هل انت زورت luxor قبل كده يبقى مش are you visiting مش present continuous مش مضارع مستمر هل انت زورت المكان قبل كده تبقى have you visited مش have you been visited لان دي معمولة مادر المجهول verb to be والتصريف التالت مش انت اللي تزورت انت اللي زورت هل انت زورت luxor قبل كده يبقى luxor ده هو المفعول هو الobject يبقى منعملاش مادر المجهول متنفعش will you visit مع before والناحية التانية يكتب لي I went there last winter question number 44 هو حدث واحد بس من ساعة مقصر رجله وهو مش قادر يرعب تنس مفيش ترتيب احداث في الماضي next one I space that my uncle's house space at all since my last visit more than 10 years ago هنا سنس وحط بعدها ماضي يبقى I ay وهنا my uncle's house حصل لأي بعد سنس حاطت ماضي مبدأي يبقى I discovered انا اكتشفت ان البيت بتاع عمي حصل لأكذا فالمفروض انا اكتشفت ان في اكشن اقدم حصل فالمفروض ما تبقاش I had discovered I discovered شغال I discovered that my uncle's house had changed at all at all at all دي اصلا بتدي نفي على الاطلاق فالمفروض الجومة تبقى نفي تبقى hadn't changed at all وليه اخترنا hadn't changed عشان since since احنا بنحط بعدها ايه نحط بعدها ماضي بسيط اللي هي معناها منذو والناحية التانية بنحط تام سواء مضارع تام او ماضي تام ليه طب اخترنا هنا ماضي تام عشان فيه ترتيب احداث لان الاولى I discovered انا اكتشفت ان فيه حاجة اقدم فالاقدم ده هيكون ماضي تام عشان كده عملناها hadn't changed next question next question بيقول space for a bigger house recently وده question هو مش محدد الاكشن ده حصل امتى وبيقول الاكشن ده حصل حديثا are you searched for a bigger house دي غلط كتركيبة لان دي كده مبدل مجهول verb to be will pass participate فالمفروض تبقى have you searched هل انت دورت مش هل انت اللي تدور عليك بقى كده for a bigger house ما تجيش كمعنا فانطير المبدل المجهول وانطير هاد عشان مفيش ترتيب احداث في الماضي الماضي التام والماضي التام بالمستمر محتاج ترتيب احداث في الماضي ما فيش ترتيب احداث ده حدث واحد بس متنفعش are you searching ان الاكشن ده مش بيحصل بشكل مؤقت دلوقتي لا هل الاكشن ده بيحصل حديثا المضارع المستمر اللي هو choice b ده ممكن استخدمه اللي بتكلم على موقف مؤقت حاليا زي now these days لكن recently يعني حديثا ده برضو من الكلمات اللي هتدل ان الاكشن ده بيحصل حديثا او حصل حديثا وده اللي انا هستخدم معاه مضارع تام او مضارع تام مستمر you space the hole it looks lovely شكلها ايه جميل يبقى انت خلصت فهنطير الماضي لان هنا حتى زمن الجملة النحة التانية مضارع وهنطير had لان ما فيش ترتيب احداث في الماضي فماضي تام يبقى you have decorated the hole انت ايه زي انت ال hole القاعة شكلها جميل جدا I space the movie you recommended I'm enjoying it يبقى انا بتمتع بيه دلوقتي يبقى دي اكشن بدأ ولسه شغال بدأ ولسه شغال يبقى مضارع تام مستمر مضارع تام مستمر present perfect continuous has او have been وverb ing طب ليه طيارنا هذا عشان ما فيش ترتيب احداث في الماضي have watched معنى انا انتفرقت وخلصت لكن ناحية التانية بيقول I'm enjoying it زمن هنا مستمر يبقى حاجة بدأت ولسه شغال question number 49 he's placed three cups of coffee since he reached the office this morning بعد since حط ماضي محتاجين الناحة التانية مضارع تام او مضارع تام مستمر يبقى انطير الماضي التام عشان ما فيش تطيب احداث في الماضي وانطير is drinking عشان since بعدها ماضي محتاجين الناحة التانية perfect نرجع بقى الفكرة لو انا عندي العدد لو عندي الرقم لو عندي العدد منفعش تبقى continuous فانطير has been drinking فتبقى has drunk حتى لما تيجي الترجم هتقول هو شرب ثلاث فناجين قهوة مش عمال يشرب ثلاث فناجين قهوة من ساعة ما وصل للأفص they space in London since 2004 they are still living there هما لسه عايشين يعني بدأ ولسه شغال من سنة 2004 وهم عايشين هناك هنطير الماضي التام عشان ما فيش ترتيب احداث في الماضي وعشان الفوكس على المدة فتبقى they have been living بدأ ولسه شغال على الرغم ان they have lived برضو متعتبرش غلط 100% ولكن الافضل لو في اكشن بدأ ولسه شغال هنحط مضارع تام مستمر كده في ترتيب احداث ليه عشان عندي before خلي بالك before يعني قبل فقبل ما الاطفال يروحوا هي كانت جهزت كده في ترتيب احداث بل حدث الاقدم هيكون ماضي تام يبقى احنا عن طير هاز وهنطير هاز been preparing اصبح عندي ماضي تام اللي هو choice A وعندي ماضي تام مستمر ايه الفرق بين الاثنين الماضي تام مستمر بس تخدمه لو اكشن حصل او الاقدم حصل بس معه مدة وهنا بالفعل ده اكشن اقدم بس استمر الفترة فنحط ماضي تام مستمر وده الفرق الاساسي بين الماضي التام والماضي التام المستمر ماضي التام بيرتب بس احداث ده الحدث الاقدم ماضي تام مستمر لعن الاقدم ومعه مد او استمر الفترة انت بدرش يتقبله بزمن الجملة هنا مضارع بدرش يتقبله عشان هو راح وهنا بيختبرني بفكرة has gone ولا has been has gone to معناها راح مش موجود دلوقتي has been to a place يعني راح ورجع هو مش موجود فحنا نطير بن ننفعش اقول has gone the book fair لازم نحط حرف قر لابا has gone to Cairo International Book Fair go to a place مش go a place على طول التركيب والغلط اي the new bridge has already been constructed شغالة new bridge اتبنى كما تكون معناها يبني وهي معمولة مبدل المجهول ان هو بادئ بالمفعول فشغالة we have been preparing for the party for three hours now بحنا بدأنا ولسه شغالين مضارع تام مستمر عملين نجهز للحفلة بقالنا ثلاث ساعات شغالة برضو I haven't seen tamir for the last time we met in the club بس the last time we met بزمانها ماضي فازاي هنا كاتب for مفروض تبقى since نادر hasn't received a reply to his complaint yet دي شغال ضارع تام نفع محط معاها يات ليس بعد فالصح هنا تبقى since مش for عشان كده اخترنا choice C اللي فيه mistake next one which of the following is used to inquire about past experience inquire معناها يسأل أو يستفسر يستفسر عن حاجة فإيه من الاختيارات هي اللي بتستفسر على خبرة سابقة past experience past أكيد ما تبقىش تجربة سابقة ونحط will وهنا ده مش سؤال I have been working ده مش سؤال احنا عايزين inquire يعني يسأل والشويس دي مش سؤال إنما choice B have you ever worked abroad هل انت اشتغلت بره قبل كده ما ده past experience have you ever worked abroad هي اللي تبقى مناسبة inquire يعني question و past experience تجربة سابقة السؤال اللي بعد which of the following is structurally correct عايزين التركيب المزبوط هقول له حاضر what have you been doing since morning شغالة since بعدها ماضي الحدث يعني والشيء بدأ ولسه شغال فدي مزبوط choice A مزبوط the new project has carried out كيمة carry out معناها ينفذ هل الproject هو اللي بينفذ ولا ينفذ فعشان دي تبقى صاح مفروض تبقى the new project has been carried out هو اللي تم تنفيذه فنعملها مبدل المجهول the third bit to be والتصريف التالت are you bought دي كده غلط لان كيمة buy معناها يشتري انت كده تتكلم علي أنا بمبدل المجهول أنا اللي تم شرائي وبعد كده جاي بمفعول فدي كتركيبة غلط this is the first time I have ever not never دي أول مرة أروح فيها لباريس فمدى never مفروض تبقى ever يبقى الإجابة الصاح بتاعتنا إيه بدون الدافع أو التشجيع يبقى احنا هنطير مشاكل دي بدون الدافع تمام في الحياة طبعا منشوف الاختيارات ونحاول نقارن ما بينهم وإيه اللي متماشي مع الترجمة اللي فوق it's hard to strive for success and achieve happiness من الصعب أن أنت نكافح تحقق نجاح مثلا تحقق السعادة يبقى من الصعب برضو هنا كاتب من السهل يبقى كاتب choice A أصلا غلط في كل الاتجاهات بتاعته وtwo mistakes موجرين وchoice C كاتب لي من السهل ونفطنعه من الصعب من الصعب السعي لتحقيق النجاح وتحقيق السعادة مع الآخرين وهنا مش كاتب مع الآخرين فchoice B حتى الآن يجب أن تحاول تحقيق المزيد من النجاح لنفسك أولا قبل محاولة إرضاء الآخرين you should try to achieve more success for yourself first before trying to please other people choice كده B مزبوط من كل الجوانب أنا نشوف السؤال اللي بعده question number 57 an ambitious person ambitious معنى طموح فالشخص الطموح وليس القوي فعن طير choice B طب مال الشخص الطموح is someone who is always striving to reach their goals in life والشخص الطموح هو الشخص اللي دايما بيحاول إن هو يصل لأهدافه في الحياة الذي يسعى دائما للوصول إلى أهدافه في الحياة الشخص الطموح هو الشخص الذي يسعى دائما للوصول إلى أهدافه في المستقبل وهنا كاتب in life في الحياة بل ليس في المستقبل كده الإجابة A أو D والشخص الذي يسعى دائما للوصول إلى أهدافه في الحياة عادة ما تكون هذه الأهداف لا نهاية لها ولا غير متاحة لا نهاية لها يعني Endless choice A مصبوط لأن choice D كتب لي غير متاحة وده مش المعنى اللي احنا عايزينه Translate into English التنمية المستدامة هي استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وهكذا نستطيع أن نحسن يعني ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون إساءة استخدام المواردنا الطبيعي يبقى sustainable development تنمية المستدامة is a strategy دي طريقه استراتيجية تمام تنمية البشرية يبقى مش economic فانطير choice A تعالى نشوف البقاء but sustainable development is a strategy that aims to achieve human development while preserving artificial sources هل بتكلم على الموارد الصناعية ولا الطبيعية احنا قرأنا الطبيعية فالمفروض تبقى natural resources الموارد الطبيعية وكذا رجابها COD thus ولذلك we can improve the living conditions of all individuals without misusing misusing يعني إساءة الاستخدام ولا reducing يعني يقلل رد تبقى إساءة الاستخدام اهي دون إساءة استخدام يبقى مش reducing إبقى رجابة الصحة هتبقى سي شوف السؤال اللي بعده يمكن أن يكون الانترنت ضارا لأنه عالم افتراضي يجعل الشخص يستمتع به ولا يريد الابتعاد عنه ونتيجة أن ذلك فأنه يجعل الأفراد يتغاضون عن اتزامتهم في العمل وفي حياتهم الشخصية the internet can be harmful ليه؟ because it is a virtual world عالم افتراضي that makes a person enjoy it and want to move away from it ولا do their own tasks لا يريد الابتعاد عنه يبقى مش choice B choice A move away from it as a result تيجة أن ذلك it causes individuals to overlook the relations يتجهلوا العلاقات بتاعتهم وهنا كاتب relations at work and in their personal life وفي حياتهم الشخصية هنا مديني كلمة relations تعالى نشوف يا كلمة relations مضبوطة مفرود التزامات تعالى نشوف يا choice C the internet can be harmful because it is an actual world مفرود با virtual world عالم افتراض the internet can be harmful because it is a virtual world that makes a person enjoy it and not want to move away from it as a result it causes individuals to overlook their obligations التزامتهم التزامتهم at work and in their personal life choice D هو المضبوط ومش بتكلم على العلاقات وتكلم على التزامات اللي عليهم the writing question number 60 which of the following is punctuated correctly رزين the punctuation المزبوط او المناسب I'm visiting you tonight I'm I'm visiting هنا في contraction فالمفرود I am كاختصار تبقى I am اي فمحتاجين apostrophe فانتغير choice D I'm visiting you tonight my friend said my friend said اعتبر جملة incomplete جملة مش كاملة والأولى كانت كاملة فالمفرود ان يحط كامل choice C حتى الان مزبوط ايه الفرق بينه بن choice A I'm visiting you tonight فين ال quotation التانية اي فين علامات التنصيص ايبا رجابة الصحة C next one choose the supporting sentence for the following topic sentence في قملة كذا رأسية وحنا زين حاجة دعم the increase in prices زيادة الأسعار is a worldwide crisis أزمى عالميا يبا people should stop dealing with the results of the worldwide crisis يبا اطر يتعاملوا مع النتائق يبا فرد يتعاملوا معاها وصلا prices are rising dramatically in almost all nations as a result of a lot of economic problems يعني الأسعار بتزيد بشكل dramatic بشكل هايل بشكل كبير جدا يعتبر في كل الشعوب في كل الأماكن نتيجة المشاكل الاقتصادية تنفع طبعا إنه بتكلم في worldwide phenomenon تكلم على worldwide prices in conclusion دي خاتمة دي مش هتدعم furthermore تدي إضافة وهنا بتكلم على تأثير increasing prices is more serious in developing countries في الدول النامية فهم مش بيحدد الدول معينة بتكلم على الكل يعني مرجبة الصحة تبقى بي which of the following is not used to show regret regret معناها ندم إيه منهم اللي مش بيوضح ندم مش بيعبر عن الندم المفروض كنت رجعت فده ندم if I hadn't used time badly لما كنتش استغليت أو استغلنت الوقت بشكل سيء I would have done good revision work بردو كان ندمان I wish I had done good revision work ياريتني كنت رجعت كويس واكتهدت كويس معنا كده إن أنا ندمان if I have a study plan I'll do good revision work وهنا بتكلم على حاجة ممكن تحصل في المستقبل فلاش أي علاقة بالندم لما عندي حادة if الأولى اللي هي first conditional if question number 63 which of the following is used to show one of the merits of the internet واحدة من مميزات الانترنت نعم we can't ignore the fact that the internet has become the home to a lot of e-crimes electronic crimes حاجة negative جرائم معزين حاجة positive مميزات the main advantage to emphasize is that the internet is the most rapid source of information advantage ميزة to me the internet is really a double-edged weapon وهنا سلاح زو حدين ودي حاجة فيها positive و negative degradefully جم كم تترجط يعني من الندم للأسف هنعايزين حاجة positive فحنا هم طائد choice دي question number 64 you summarize the content of your essay when you a conclusion يعني انت بتلخص develop the main idea ده في الأول write the elements of your essay in detail بالتفصيل تكتب العناصر بالتفصيل ولا write the conclusion of your essay ما هي دي الconclusion بتعمل summary make the end open هيا المفروض ان هو مش make the end open بس الافضل ان هو يعمل reference او restate للأفكار الرئيسية اللي تقالت او الفكرة الرئيسية بتاعة الأسا رجاب الصحة تبقسي هنا great expectations طبعا هنقرأ وتشوف ايه الأحبار once انت قاري القصة ما تقلقش انت ممكن تستخدم your own words كلماتك عادي عبر بطريقتك ما فيش اي مشاكل المهم يعني تبقى عارف الأحداث وتقدر تتعامل مع الأسئلة 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 تفكير نقدي فعيد انها اقدر اتعمل معاه مش بيكون فيه اجابة واحدة هي الصح والتانية غلط لا ممكن تبقى اكتر من اجابة مظبوطة ما فيش اي مشاكل برضو بعدها الاسئة اهو write an essay about 200 words تبقى انت بتكتب حوالي 6 lines حاليا شخص ناجح دايما بيديك تشجيع او بييلهمك ان انت تحقق نجاح اكتر في الحياة an essay about 200 words تبقى بتكتب 6 lines the way to success isn't full of roses الطريق النجاح مش دايما مليان بالورود يعني في مشاكل وفي صعبات احنا خلصنا test on unit 7 اتمنى تكون استفدتم من الفيديو ده شديحي لكم شباب وربنا معاكم واشوفكم في فيديو تانية كتير